السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعض النصائح اللي حابة اقدمها للطلاب القبل اللي يتبعوا الشهادات طبعا الشهادة اذا اكتملت تظهر عندك بالشكل التالي قبل ما تطبع الشهادة تأكد ان اسمك باللغة الانجليزية تروح هنا الملف الشخصي ثم تقوم بتغيير اسمك باللغة الانجليزية بالشكل زي ما هو موجود الاسم هنا الاول والثاني والاسم الآيلة هنا وصلح اللي هو عملية حفظ بعد الانتهاء ثم نرجع نرجع للصفحة الرئيسية لنقوم بالطباعة طبعا بعد الطباعة نضغط على علامة النجمة ثم نختار السيسكو سيغنيتشر او اسم المعلم اللي تدرب المادة فاااا ايتها صحيح ما فيها اي مشكلة فان حبيت علامة الشعار او توقيع الاكاديمية نفسه او المدرب الخاص فيك فانا مثلا بختار المدرب الخاص فيه واضغط سابنت اول ما اضغط عليك كلمة سابنت راح يجيني ملف بي دي اف قوم بيش بتحميله هذه انا حصلت على الشهادة كما تشاهدون الان فاسأل الله لجميع التوفيق والسداد هذا ما حبيت افيد فيه وسلامتكم سلامتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة